موسيقى مشاهدنا الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش بين إفريقيا وأوروبا تاريخ مشترك حاضر متداخل ومستقبل واحد المشاركون في القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بأبجون أجمعوا على أهمية التوافق بشأن مقاربة كفيدة بمواجهة التحديات المشتركة من خلال الاستثمار في الشباب والتعليم وخلق فرص الشغل ومواجهة الإرهاب والتطرف اليوم في ملف لنقاش نسأل عن واقع التعاون الإفريقي الأوروبي عن أبرز ما تحقق حتى الآن في إطار الشراكة الثنائية وعن أفاق تعزيز التعاون في أفق مستقبل واحد بداية نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية مع زميلة ناجات بوتف السلام عليكم انطلقت في أبيد جونح الإفواريكا القمة الخامسة لإفريقي الأوروبية التي تشكل إطارا مؤسساتكنا لمناقشة مستقبل الحلاقات بين القارتين إلى جانب موضوع الشباب تناقش القمة مواضيع أخرى كالهجرة والديمقراطية والاستثمارات والتشارة كما تبحث تطورات تنزيل مخطط العمل 2014-2017 وصياغة استراتيجية مشتركة بين القارتين في ظل تحديد جديد المتعلقة بالأمن والسلم الحديث عن هذه القمة المهمة والحاسمة كما توصف يقودنا للحديث عن طبيعة العلاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالقارة الصمراء هذه العلاقات شهدت تحولات على جميع المستويات منذ احتماد الاستراتيجية المشتركة افريقيا الاتحاد الأوروبي عام 2017 ويبقى الاتحاد الأوروبي الشركة تجارية الأول لإفريقيا رغم توسيع الأخيرة لعلاقاتها مع قارات أخرى وقد بلغت قيمة المبادلات بين الطرفين خلال العام الماضي مئتين هو سبعة وعشرين مليار يورو وهو ما يعادل خمسة وثلاثين في المئة من المبادلات الدولية للقارة وما تزال أوروبا أكبر مانح لمساعدة التنمية الموجهة لإفريقيا خلال السنوات الماضية بلغت هذه المساعدات عشرين مليار يورو وفي الوقت ذاته جنت الدول الإفريقية حوالي واحد وعشرين مليار يورو من خلال تحويلات رعاياها في الخارج أما الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الأوروبي في إفريقيا فتبقى متواضعة بما قيمته اثنان وثلاثون مليار يورو ويتوقع في قمة أبيتشون طرح خطة الاستثمارات الخارجية التي ستوفر أربعة وأربعين مليارا من الاستثمارات من أجل توفير فرص العمل اللائق وتحقيق نمو مستدام كذلك يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لإفريقيا فيما يخص محاربة ظاهرته الهشرة غير الشرحية في القارة الإفريقية حيث تضاعف عدد السكان خلال الأحوام الخمسة والعشرين الماضية ليصل حاليا إلى مليار ومئتي مليون نسمة رقم من المتوقع أن يتضاعف في أفق الفين وخمسين حسب الأمم المتحدة ويعتقد البرلمان الأوروبي أنه أمام هذا التزايد الديمغرافي قد يتوجه الملايين من الأفارق إلى أوروبا إذا لم تعالج هذه المسألة الآن على المستوى الأمني يعدها الاتحاد الأوروبي شريكا أمني كان مهما لإفريقيا في جديد هذا التعاون أقرت القمة الأخيرة التي ضمت قادة دول الساحل الخامسة بحضور رئيس الفرنسي إيمانويل ماكخون إنشاء قوة إقليمية مشتركة تتألف من خمسة آلاف عنصر لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة وهي القوة التي وافق على نشرها مجلس الأمن الدولي ولحد الآن وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسين مليون يورو لمساعدة هذه القوة في أداء مهمتها إلى جانب ذلك يقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثات خاصة لتدريب قوة الجيش والشرطة في إفريقيا ومن بين المواضيع الملحة التي يسعى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى النهوض بها دور الشباب في تنمية القارة علما أن ستين في المئة من سكان إفريقيا لا يتجاوز عمرهم خمسة وعشرين عاما وأن مئات الألاف من الشباب الإفريقي يعانون من البطالة والفقر شكرا على المتابع لمناقشة محور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن نستقبل هنا في الأسجو الدكتور محمد العمراني بخبزة المحلل السياسي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا بكم يسعدنا كثيرا أن نستضيف دكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أهلا وسهلا بكم الدكتور أهلا وسهلا بكم أريد أن أبدأ أولا برسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة حيث تحدث عن إشادته بعقد هذا اللقاء وأكد التزام المغربي بدوره الذي يقوم به تحدث جلالة الملك عن ضرورة عدم التمادي في الحوارات والسجالات العقيمة والمتجاوزة وأكد أن وقت العمل قد حان كما دعا إلى حوار شجاع يتسم بالصراحة تحدث على أن أوروبا وإفريقيا ليس هناك قارة أهم من الأخرى القارتان مهمتان ويجب أن تتساعد وأن تكون هناك علاقة متوازية ومتساوية في شأن التعاون بينهما أشر جلالة الملك ألا أنه يجب أن لا تحدث عن علاقة خيرية وإنما عن علاقة تشاركية وتحدث عن المسئولية المشتركة وعن ترابط المصالح كما دعا إلى تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى مثاق مشترك كما تحدث جلالة الملك عن ضرورة التطوير التنافسية المشتركة عن توطين المقاولات وضمان حركة منظمة لتنقل الأشخاص وتعزيز التبادل الثقة في جلالة الملك كذلك أشار إلى أهمية إعادة النظر في الشروط المرتبطة بالمديونية وعدم إضفاء أي بعد إديولوجي أو عاطفي على قضية الهجرة جلالة الملك كذلك تطرق إلى مسألة هامة والمتعلقة بضرورة إعادة النظر في التعاطي لملف الهجرة وتحدث عن الممارسات الفضيعة التي يندى لها الجبين وعن الصور التي تنقلتها وسائل الإعلام عن بيع المهاجرين السريين في الشقيقة ليبيا وتساءل جلالة الملك عن الاتحاد المغربي الذي أصبح لا وجود له تصوروا لو كان هذا الاتحاد متواجدا كانت ستكون مواجهة هذه التحدية الكبرى بصفة أقوى وختم بسؤال جوهري فقال هل يمكننا أن نجد حلولا ناجعة لهذه الظهر أم أنه من المفروض علينا أن نعيش في مناخ تنعدم فيه أثقة دكتور محمد الغالي هذه إشارات أكبر الإشارات التي وردت في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في القمة ما الذي يستدعي انتباهك فيها الذي يستدعي الانتباه وهو المقاربة التي يشتغل بها صاحب جلالة وهي المقاربة العملية على اعتبار أنه منذ القمة الأولى الأورو إفريقية التي عقدت بالقاهرة سنة 2000 حتى آخر قمة في أوروبا في بريكسيل سنة 2014 فدائما كان هناك كلام وكان هناك حديث ولكن لم تكن هناك أعمال تترجم على المساويات العملية وبالتالي هذا التلكؤ على مساوي الالتزام بكل ما تخرج به هذه القمام فإنه لم يساعد على المرور إلى خطط عملية ومنهجية كان بالإمكان أن تساعدنا على تجاوز كل الويلات التي تعاني منها أفريقيا والتي هذه الويلات التي تعاني منها أفريقيا بات الاتحاد الأوروبي جيدا بأنها تشكل تهديدا على أمنه القومي بمعنى لو لم تكن هذه الويلات التي تعاني منها أفريقيا الفقر الهشاشة الإقصاء وهذه الحافل من الشباب التي تختار الهجرة إلى أوروبا ما كان لالتحاد الأوروبي أن يفكر من المنظور الإنساني في هذه المعضلات على اعتبار أن اليوم كما قلت وهذه إشارة قوية من صاحب الجلالة وهو يعي جيدا مدى التقل الذي تحمله إفريقيا فما يزيد على 60% من الشباب الذين يقل عمرهم عن 25 سنة فهم يعانون من البطالة ويعانون من الأقصاء ومن الهشاشة وبالتالي فهم ينظرون إلى أوروبا قارة الحريات والحقوق والرعاية والحلم وبالتالي من حقهم كإنسان أن يحلموا بأن يتوجهوا إلى أوروبا وبالتالي فرسالة صاحب الجلالة كانت رسالة قوية وأكيد بأن هذه الرسالة التي كانت شفوية سبقتها أعمال قام بها صاحب الجلالة من خلال تدشين مجموعة من المشاريع التنموية التي رمزيتها أكثر تشير إلى التقاسم وتشير إلى أن المغرب بقدر ما يملك من خبرة في هذا المجال فإنه ينقل خبرتها وأكيد أن الاتحاد الأوروبي يملك خبرات كبيرة ويملك إمكانيات كبيرة ولكن دائما على مستوى التفعيل والتنزيل على أرض الواقع لا تكون الكلمات مثل الأفعال طيب جلالة الملك يعطي إشارة واضحة إلى ضرورة التكفل والتكافل بالجميع اليوم لاحظنا هذه اللقاءات الاستثنائية استقبل جلالة الملكة سيد لورانسو جاو رئيس أونغولا واستقبل كذلك رئيس جنوب إفريقيا زيد جاكوب زومة إلى ما توحي هذه اللقاءات دكتور هذه اللقاءات هي استمرارية للمنهجية التي ينهجها المغرب في سياستها الخارجية منذ مدة لأن المغرب الآن ينفتح على الجميع ويترك جانبا الاعتبارات الإديولوجية بالأساس لاحظنا فيما قبل عند التهيئ لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي أن المغرب انفتح على الكثير من الدول التي كانت محسوبة في وقت قريب إلى الأطراف الأخرى الداعمة لطروحات الانتصال إلى غير دائم وقال حين أن المغرب لا يسعى لإقصائها حد هدول ربما الأساس في التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بحيث أن المغرب هو بالفعل أنه حافظ على علاقاته التقليدية مع شركائه الأساسيين ولكنه في نفس الوقت أنه اتجه إلى أطراف جديدة لاحظنا كيف أنه انفتح على إفريقيا الشرقية وانفتحها حتى على تلك الدول التي كانت تعتبر أنها مناصرة لطروحات الانفصال إلى غير دائم المغرب ترك الأمور السياسية جانبا ويتعامل الآن بمنطق آخر مغاير بشكل كلي وهذا الأمر ربما أنه هو الذي سمح له بأن يحقق امتصارات ديبلوماسية مهمة ثم الأمر الآخر وأن المغرب يبعث برسالة طالما أن جالة الملك قال في القمة الآخرة لإفريقيا أن المغرب لم يأتي إلى الاتحاد الإفريقي لكي يقسم الصف الإفريقي بل هو جاء من أجل أن يخلق اللحمة فالآن هو بشكل عملي أنه رغم أننا نقول مثلا أن جنوب إفريقيا من أشد المناوئين لمصالح المغرب ولكن جالة الملك ترك ذلك جانبا ويفكر في أمور ربما هي تعود بالمصلحة على الطرفين فبتالي أقول أن هذا الأمر هو الآن هو يعد من الأسس التي تنبني عليها السياسة الخارجية المغربية في الفترة الراهنة وهي صراحة أنها هي مندمجة مع خطوات أخرى عندما نقول أن المغرب اختار عمقه الإفريقي أنه يعتمد على علاقة جنوب جنوب فلا يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية سليمة إذا لم يكن هناك علاقات سليمة احتمع الدول وإن كانت مواقفها مبنية ربما على معطيات قديمة تجاوز هذه الظروف الحالية كنا في تغضية مستمرة في قناة ميدي أن تيفي تحدث الكثير من المتدخلين وهناك في نقطة مهمة جاءت في رسالة الملكية دكتور غالي تتعلق بقضية المدينية التي لم نشر لها كثيرا وشر جلالة الملك إلى ضرورة أن نتعاطى بصفة مغايرة نحن نطلب من الدول الإفريقية ربما ونضع لها شروطا تعجيزية حتى الدول الأوروبية لا تستطيع الوفاء بالتزامتها في هذه النقطة ما ضرورة أن نعيد النظر في مديونية بعض الدول الإفريقية خاصة من دكتور هو أكيد بأن مجموعة من خطب صاحب الجلالة كانت تشير إلى مسألة مهمة بأن ما تعاني إفريقيا من ويلات على مستوى الفقر والهشاشة كان نتيجة كون هذه الدول تعرضت لاستعمار وهذا الاستعمار استنفذ كل إمكانات ومقدرات إفريقيا واليوم نحن في الألفية الثالثة هناك استعمار من نوع جديد هذا الاستعمار هو استعمار المديونية وبالتالي لا بد من إيجاد صيخة عدالة أو صيغة لإنصاف إفريقيا بطبيعة الحال كانت هناك مبادرة لافتة في إلغاء بعض الدول نعم كان حتى المملكة المغربية أخذت هذه المبادرة كعربون وكإشارة رمزية إلى هذه الدول بأن مجموعة من الدول لا يمكنها أن تسدد هذه الديون وستبقى تدور في نفس الحلقة المفرغة وإذا لم نحررها من منتقل المديونية وأداء مستحقات المديونية فلا يمكن أن نطلب من هذه الدول أن تحقق تنمية أو تنهض بمواطنها وحتى الأدوار التي يطلبها اليوم الاتحاد الأوروبي بشكل ضمنه بطبيعة الحال أن تكون هذه الدول بمثابة شرطي أو حارس لحدودها حتى لا تهاجر هذه الأفواج من الشباب فلا يمكنها أن تقوم بذلك لأنها لا تتوفر حتى على الإمكانيات التي من خلالها يمكن أن تسدد أجور موظفية ولاحظنا بأن مجموعة من الدول الإفريقية تعاني الأمرين حتى على مستوى أداء أجور موظفيها وبتالي فالإشارة الملكية في هذا الباب كانت إشارة في الصميم وإشارة في المتغير الأصلي في المعادلة إذا كنا نطلب من إفريقيا أن تلعب أدوارا مهمة واستراتيجية على مستوى العالم فلا بد أن نحرر هذه القارة من مخلفات الاستعمار والمديونية هي من مخلفات الاستعمار ثم كذلك إشارة أخرى مهمة وهو لا يجب أن ننظر فقط إلى إفريقيا على أساس أنها سوق استهلاكية لتزويد السوق الأوروبية بما تحتاجه من المواد الخام وأشير هنا إلى مسألة أساسية ومهمة وهي الدور الذي تلعب الشركات المتعددة الجنسية في هذا الباب وهذه الشركات المتعددة الجنسية هي الناطقة والمنفذ الرسمي بإسم هذه الحكومات الأوروبية لأنه عندما نرجع وهنا لابد أن نشير إلى مسألة فقمت لشبونة في سنة 2007 وضعت خطة استراتيجية هذه الخطة تتضمن ثمان نقاط اليوم يمكن أن أقول بعد مرور عشر سنوات ماذا تحقق هذه الخطة كانت تتحدث عن السلام والأمن وتتحدث عن الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان وعن التجارة والاندماج الإقليمي وأهداف الألفية للتنمية والطاقة والتغيرات المناخية والهجرة وحركية الوظائف والعلوم والمجتمع والإعلام والفضاء لم يتحقق أي شيء فقط أوروبا تنتظر ماذا تعطيه أفريقيا لكي ترى هي هل تعطي شيء أو لا تعطي أي شيء وبالتالي فدائما النتيجة وهي أن مشكل الهجرة يطرح بحدة في هذه المستويات أكمل عن مشكل الهجرة ربما من سخرية القدر دكتور أن أوروبا تعاني من الأمواج البشرية التي تصل إليها وإفريقيا تعاني من هجرة خيرة شبابها بما فيهم المتعلمين والمتفوقين كذلك نحن نتحدث هذه السنة عن فقدان 30 ألف شخص وصول مات هؤلاء هلكوا في البحر الأبيض المتوسط وصول 164 ألف إلى أوروبا ثلثهم أو أكثر يصل إلى إيطاليا كيف يمكن أن نجد معادلة تساوي الطرفين عندما نتحدث عن تساوي بين قارتين وفي الواقع الحديث عن هذه الظاهرة ربما في أبعاد متعددة لا يمكن ملامسته من جانب واحد فنحن نعلم أن هناك تضارف في المصالح ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية في الوقت الذي نعلم فيه أن القارة الإفريقية في أمس الحاجة إلى سواعد أبنائها وخاصة خيرة شبابها نجد أن الضفة الأخرى كذلك أوروبا في أمس الحاجة إلى هذا الشباب وخاصة المتنور الذي له تكوين إلى غير ذلك إذن هناك تضارف حقيقي في المصالح إذن فنجد أن الطرف الآخر يقدم إغراءات حقيقية للشباب الإفريقي لأنه يرى فيه الحلم وفي المقابل يرى في الواقع الذي يعيشه واقع بدون أفق فبالتالي أن هنا هذه المعادلة يجب أن يعاد فيها النظر أن يعاد فيها النظر بالشكل الذي نجعل من مشكلة الشباب هي منطلق الحل لإفريقيا وأن لا يبقى الشباب هو أساس الإشكالية ربما أن حان الوقت لكي نجعل من 60% من ساكنة إفريقيا هي القاطرة للتنمية والخروج من الأوضاع الحالية ثم الأمر الآخر ربما أننا نلاحظ أن هناك مفارقات كبيرة وكبيرة جدا ففي الوقت الذي نتحدث عن كون أن الإنسانية تسير في اتجاه تكريز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة التي تركز على كرامة الإنسان في نفس الوقت نجد أن هناك انتكاسة حقيقية انتكاسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لربما صورتها الجلية هو بيع البشر كأنه قطيع فهذا يسائل ليس فقط المسؤولين في إفريقيا يسائل كذلك الأوروبيين ماذا قدموا كإجابات لتجاوز هذه الوضعية التي يندلها الجبين وعطفا على كلامكم أجرى السيد ألفا كوندي يا صديق الكبير للمغرب حوارا تحدث فيه وتسأل فيه في الحقيقة عن هذا النفاق السياسي كيف تطلبون من ليبيا أن تواجه هذه المسألة كيف تطلبون من ليبيا أن تنشئ مراكز للإيواء وهي دولة ليس لها مؤسسات ما نعرفه كذلك والمعلومات الأكيدة تتحدث عن معاملة سيئة وضرب وحتى قتل هؤلاء المهاجرين فقط نحن ربما نلبس نظرات قاتمة سوداء لا نرى الحقيقة المرأة أمامنا دكتور هو أكيد بأن الأمور جد واضحة كيف نطلب من دولة هشة رخوة ليس فيها من يمكن أن نعتمد عليه بشكل مباجر هناك حكومات كل واحدة تنزع الشرعية عن الأخرى وهناك برلمان وبرلمان ينزع الشرعية من برلمان آخر والحدود الليبي هي بألاف الكيلومترات والدولة حتى الدولة المركزية التي كانت ولربما كانت لها القدرة على شراء بعض التقنية لمراقبة حدودها غير موجودة وبالتالي فيلاحظ بأن الاتحاد الأوروبي ربما له أجندات أخرى وله استراتيجية أخرى غير ما يعلنه له أولوية أخرى أولوية أخرى غير ما يعلنه ربما الذي يقلق الاتحاد الأوروبي في هذه المستويات لأن هناك دراسات تقول بأن ساكنة إفريقيا الآن حوالي مليار أو مليار ومئتين ومن هنا 2050 ستصبح جوجد المليار وما يزيد على 60% هم شباب وبالتالي فالمخاطر هي كبيرة وبالتالي لابد من إلقاء المسؤولية على الآخرين لأن حتى ما وقع في ليبيا لاحظنا بأن ليبيا أصبحت مستباحة من كل مستويات المخابرات الغربية الأمريكية والأوروبية وغير ذلك وبالتالي فالمعادلة هي أكثر تعقيدا والسؤال الذي يطرح هل فعلا الأوروبا تريد إفريقيا آمنة مطمئنة وفيها كل مقومات إن كان ذلك في مصلحة لها الجواب واضح نعم إذن وبالتالي فكما قلت الذي يظهر بأن الاتحاد الأوروبي يخفي استراتيجية أخرى ليس الاستراتيجية التي يتحدث بها من خلال القمام وعندما نعطي هنا بعض الأرقام فستأكس لنا ما نطرح الاتحاد الأوروبي يتحدث عن الهجرة ويطلب من قادة الدول الإفريقية بأن يتحكموا في الهجرة أنا أعطي هنا رقم تحويلات العمال الأفارقة من أوروبا إلى إفريقيا 21 مليار دولار والمساعدة الأوروبية 20 مليار دولار والاستثمارات الأوروبية 32 مليار دولار بمعنى ليس هناك تفاوتات كبيرة بمعنى أنه وبالتالي فإن المشاكل التي تعاني منها إفريقيا بالطريقة التي يتعاطى مع الاتحاد الأوروبي فاعتقادي ستبقى وهنا نرجع بطبيعة الحال ونربط مرة أخرى بالرسالة الملكية التي كانت واضحة في هذا الباب وتحددت بأن الذي ينقص اليوم وهو الانتقال إلى الحلول العملية والفعالة وإذا كنا نتحدث عن تحويلة لعمل بـ 21 مليار فقط فلنتصور لو كانت هناك استثمارات وساعدنا وهذا هو السؤال المحواري وساعدنا إفريقيا على أن تنتج القيمة فيما يتعلق بإنتاج الطروة لأن إفريقيا لا زالت لم تصل بعد إلى مستوى إنتاج الطروة طيب هي تتحدث عن إنتاج الثروة وأنا أتحدث الثروة موجودة ولكن نحن لا نريد أن نستغلها يستغلها الآخرون ويريدون أن ينقلوا خيراتها ويبقى البؤس في إفريقيا دكتور اليوم ربما هذه القمة القمة أعطت الفرصة مرة أخرى إلى أن ينظر الزعيم الإفريقي إلى الزعيم الفرنسي والأوروبي عفوا ويقول له حقيقتهم لا هو ربما أن المعدلة بدأت تتغير نوعا ما هناك أمور مستجدة في إفريقيا ربما أن القرار السيادي لإفريقيا كان دائما محجوز وبالتالي أن هذه الفرصة من خلال تنصيق الجهود ما بين الدول الإفريقية هي فرصة سانحة لإعادة الاعتبار للقرار السيادي الإفريقي وهذا ربما هو المنطلق ولكن لكي يتأسس كان من اللازم أن تقع تحولات جد مهمة داخل القرار الإفريقية من منطلق مثلا إقامة أنظمة ديمقراطية ربما الأمر ربما أعتبره جد مهم وهو كيف يمكن لإفريقيا الآن أن تتحكم في المستقبل سأعود إليك أرجوك دكتور ولكن بعد فاصل قصير نرجو أن تتفضل بالبقاء كنت تتحدث دكتور عن أهمية أن تتخذ إفريقيا قراراتها بنفسها سيادة القرار وأنا أضيف وأقول أنه لا يمكنك أن تتخذ قرارا سياديا إن لم تكن تملك المال لا ليس بالضرورة أكيد من لا يملك المال لا يملك سلطة القرار في هذا الوقت الأمور تغيرت بشكل كبير وكبير جدا لأنه ممكن أن نقص ما نقدمه أن نقصه بمعايير أخرى مثلا الحديث عن ما تقدمه إفريقيا لأوروبا ربما لا يقص بالمال عندما نتحدث عن الأمن القوم الأوروبي ينطلق من إفريقيا فهذا الأمر لا يتعلق بقيمة مالية ولكن ليست خدمة مجانية هذا هو الأمر إذن فبالتالي لكي الآن إفريقيا لكي تتمكن أن تكون شريكا حقيقيا الانطلاقات بدأت لا نقول أن إفريقيا تنتظر لذلك دائما نتحدث عن جيل جديد من القضاء الأفريق عندما نتحدث مثلا عن الاتحاد الأفريقي تتذكر كلمة سيد ألفا كوندي ومجموعة من القادة عندما تحدثوا عن ضرورة أن تفي الدول الأفريقية بالتزاماتها ولا تعتمد فقط على المعونات التي يقدم الاتحاد الأوروبي لكي تتخذ قراراتها لأن دائما عندما حتى في إطار الإصلاحات في إفريقيا دائما أنها كانت هناك إملاءات خارجية في غالب الأحيان وفي التالي أن لم تكن إفريقيا قادرة على التحكم في مستقبلها وهذا ربما كانت هناك إكرهات متعددة كانت هناك مجاعة كان هناك غياب ديمقراطية لم يكن هناك اعتبار للإنسان الإفريقي حتى من خلال أنظمته الآن هناك تحول أصبحنا نتحدث عن ديمقراطية في إفريقيا هناك انتخابات تقع رغم ما يقع فيها ولكن هناك إقرار أصبحنا نسمع قادة أفارقة يعبرون حقيقة عن ما يخالج الإنسان الإفريقي من سمع كلام الفاكوندي يقول بأن إفريقيا الآن تتوفر على قادة لهم القدرة على أن يعلنوا للعالم ويعلنوا لأوروبا التي كانت تستعمر إفريقيا يعلنوا لها بشكل واضح ماذا يرغبون لذلك لا أظن صراحة أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة لإفريقيا الإفريقيا الآن يمكن أن تنطلق وخاصة نتحدث عن العمل المشرك الإفريقي أنا شخصيا أتمن كثيرا المقترح المغربي للحديث عن العلاقة جنوب جنوب وشركة رابح رابح هذا عنوان ليس للإستهلاك هذا عنوان من أجل المستقبل إفريقيا عانت كثيرا في مواجتها للاتحاد الأوروبي بالخصوص لأنها لم تكن تتوفر على هذه الرؤية إذن إذا الآن إذا استثمرنا هذا المعطى المتعلق بالعلاقات بالشراكة الجنوب جنوب والقائمة على رابح رابح أعتبر أنها منطلق حقيقي لكي نتعامل مع أوروبا ولكن بالمقابل يجب أن نفكر كذلك في أن أوروبا ليست بالقرة التي ستسمح لك بأن تتصرف بالشكل الذي قد يضر بمصالحها وهذا الأمر حصل في كثير من المرات ربما كان هناك حديث عن عدم رضا فرنسا في مرحلة من المراحل عن المغرب لأنه حاول أن يزاحم في لحظة من اللحظات إذن فبتالي حتى هذا الأمر يجب أن نأخذه عن الاعتبار إذن يمكن لإفريقيا أن تفرض على أوروبا أن تتعامل معها كشريك وليس فقط من باب المن والخير والمساعدات لتطوير الأكثاءات الإفريقية هو أكيد بأن المشكل كما قلت بالنسبة لإفريقيا وهو كيف ننتقل من إفريقيا تستغل التروات إلى إفريقيا تنتج التروة بمعنى لها القدرة على خلق القيمة خلق القيمة لأن الأسواق الأوروبية تزود بمادة الخامة من إفريقيا المصدر هو إفريقيا وبالتالي فهذه المواد تباع بأبخص الأثمان وحتى التي يستغل وهي وتستوردها بعد ذلك إفريقيا بأثمان جد مرتفعة وتؤدي عليها فقط مسألة الضرائب التي تؤدي أكثر من قيمة هذه المواد في حديداتها وبالتالي من باب المفارقة في هذا الجانب عندما نتحدث عن الكاكاو بالنسبة الفول السوداني الكاكاو عند الكود ديفوار وفي الوقت الذي نتحدث عن أن أرقى أنواع الشوكورة تأتي من سويسرا ومن بلجيكا في الوقت الذي المادة الخام الأساسية موجودة في الكود ديفوار فبالتالي أن تتشين جالة المالك لمؤسسة لتكوين في هذا المجال ربما هذا هو التحول الذي نرغب فيه أن لا يبقى الأمر تصدير المواد الخام بل يمكن أن تستطيع هذا هو إنتاج القيمة إنتاج القيمة وبالتالي إذا لم نساعد إفريقيا على إنتاج القيمة فأكيد بأنه ستبقى دائما إفريقيا تابعة لكل ما تنتجه أوروبا ماذا الإستثمار في التعليم كذلك دكتور المعضلة القبرى بالنسبة لإفريقيا هي مسألة التعليم وهو الولوج تمكين الناس من الولوج إلى التعليم إذن فالذي يشار بأن الدول لا تستطيع أن تسد كل الحاجيات وكل انتظارات في هذا الباب ثم كذلك أن إفريقيا اليوم لا تستطيع مسائرة التحولات والتطورات لنحتى بعض التعليم الذي يكون هنا هناك يكون تعليما تقليديا وبالتالي اليوم بالنظار إلى التحولات والتطورات المعاصرة والوسائل الحديثة في الإعلام والتواصل بدأت تفرد شروطا أخرى فيما يتعلق بالتعليم وأكيد بأنه إذا لم تقدم مساعدات لإفريقيا في هذا برغم أن يقال بأن هذه القمة ستخرج بعقد من سنة 2018 إلى يتعلق بتشغيل الشباب في المهن أي مهن وهذا هو التساؤل الذي يطرح أي مهن لأن اليوم كما قلت وهنا تصريح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو الذي قال لا يمكن لأوروبا أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا العدد المتزايد من الساكن في إفريقيا وخصوصا عدد الشباب لا بد من خطة مرشال وهو يتحدث عن خطة مرشال هذه الخطة التي تتحدث عن الدعم والتكوين والمصاحبة والمواكبة لهؤلاء الشباب في المجالات التعليمية وكذلك في المجالات المهنية وللإشارة فحتى هذه الخطة ليست مدعومة من كل أوروبا الذي يدعم هذه الخطة ألمانيا إيطاليا فرنسا إسبانيا بمعنى الدول التي توجد على التماس مع الدول الإفريقية وبالتالي بالنسبة للدول الأخرى حتى وإن التزمت هذه الدول هل فعلا ستلتزم ألمانيا بالنظر إلى ظروفها وطريقة تعاملها وتعاطيها مع الإجراء وحاجيتها كذلك نعم ماذا عن إحداث فرصة الشغل دكتور البطالة معضلة في إفريقيا هو ربما أن هذا الأمر أن تحاول إفريقيا أن تتدارك الأوقات الضائعة يجب أن نقول أن هناك مجهود بودل والدليل على ذلك ونسبة النمو لأن عندما نقول أن نسبة النمو في إفريقيا مرتفعة فهذا يعني له نعكاس على خلق مناصب الشغل ولكن في نفس الوقت نحن نعلم أن إفريقيا أضاعت الكثير من الوقت ومن الجهد الذي لم يستثمر لخلق أجواء من أجل الاستقرار لأن الاستثمار هو مرتبط بالاستقرار لا يمكن الحديث عن خلق فرص الشغل داخل فضاء لا يعرف الاستقرار لذلك نعتبر أن الأجواء الحالية التي أبانت فيها إفريقيا عن قدرة لتحقيق هامش من الاستقرار لأن هناك لحد الآن هناك إكرهات الأمن هناك إكرهات متعلقة بالإرهاب إلى غير ذلك هو موجود ولكن ربما أعتبر أن الآن مناخ الأعمال في إفريقيا أصبح يستهوي ويستقطب والدليل على ذلك هو أن كثرت الأطراف الآن التي تطلب ود القرى الإفريقية ولكن لا يمكن أن ننتظر إلى أن تكون هناك فرص خيالية لكي يتم استقطاب هذا العدد الهائل من الشباب الذي يعيش حالة البطالة فبالتالي تبقى بعض المدخلات الأساسية ربما عندما يتم الحديث عن الحكامة الجيدة في إفريقيا التي هي مقابل لهضر إمكانات كبيرة وفرص كبيرة متاحة يمكن استثمارها لمواجهة معضلة التشغيل ثم الأمر الآخر حتى على مستوى التكوين التكوين لأن الحروب التي عشتها إفريقيا في مجال التكوين أشير أن أوروبا تتوفر على إمكانية مهمة في إطار ما يسمى بالتكوين عن بعد تتوفر على كل أليات والوسائل التكنولوجية حتى الأليات والوسائل التكنولوجية التي يمكن أن تمكن هؤلاء الشباب من متابعة أعمال تطبيقية في المختبرات الأوروبية حتى عمليات جراحية يقوم بها أطباء أو عمليات يقوم بها مهندسون أو غير ذلك وبالتالي أنا أقول بأن المسألة هي مرتبطة بالعدالة التكنولوجية العدالة التكنولوجية أو ما يسمى بالإنصاف التكنولوجي إلى أي حد هذه الدول هي مستعدة لنقل خبرتها إلى هذه الدول من أجل التحكم وليس فقط النظر إليها إلى شريك حارس بل النظر إليها كشريك ندي وشريك يمكن أن يعول عليه في هذا المستوى هو بالفعل وهذا لا يعني أن أوروبا لم تفكر في الواقع في هذا الجانب ربما يجب أن يكون هناك إنصاف نحن نعلم أن بالنسبة لأوروبا لها برامج في تعاون البحث العلمي مع الجامعات اليوم تم الحديث بصورة مكثثة عن رجل التعاون في الجامعات نعم 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 إراسميس بلوس أنه برنامج جد مهم للشراكة ما بين الجامعات الأوروبية والجامعات الإفريقية ولكن في نفس الوقت يجب أن نقر بأن الجامعات الإفريقية الآن تطورت بشكل كبير وكبير جدا ربما هناك تثوتات حقيقية هذا يجب أن نشير إليه الآن وكأننا نتحدث عن إفريقيا التي فيها نوع من توازنات ما بين الدول في مجالات متعددة ولكن الحقيقة غير ذلك فمثلا لما لا نستفيد مثلا من التقدم الذي حققته بعض الدول المغرب مثلا على سبيل المثال كانت له الجرأة في أن ينقل بعض تجاربه الناجحة إلى إفريقيا ولكن نلاحظ أن دول أخرى مثلا نموذج جنوب إفريقيا على سبيل المثال هي تعتبر من دول متقدمة ولكنها لم تقدم إلى إفريقيا ما ركمته من تجارب مثلا البحث العلمي مستوى التعليم جيد في زينبابو في زينبابو مثلا فالجامعات في جنوب إفريقيا هي من الجامعات المتقدمة عالميا طيب أريد أن أنتقل إلى نقطة مهمة المجتمعات التي تغير الدكتور أنت تعرف والتاريخ يشهد بذلك تغيرت لأن النساء أرادت ذلك ألمانيا يقال أنها بنتها النساء حركة حقوق الإنسان انطلقت بسواعد النساء في الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن أن نتحدث عن تقدم في الإفريقيا والنساء الإفريقيات يعانين الأمر هناك تفاوض في هذه المسألة هناك بعض المجتمعات هي مجتمعات أمومية مقهمونية بمعنى أن النساء هنا اللواتي يلعبن ضور الريادة والقيادة ولكن هناك مجتمعات إفريقيا الرجل المجتمعات أبوية يلعب فيها هذا الدور ولكن بالنظر إلى مجموعة من تقارير الدولية والقطرية في هذه المستويات ليلاحظ بأن المرأة في إفريقيا لازالت لم تصل بعد إلى المستويات التي يمكن أن تساعدها على أن تشكل بدورها رافعة أساسية في التنمية منها مشكل الفقر، الهشاشة، الإقصاء، العزلة وهذه الأمور تتجسد من خلال نسب ودرجات الأمية التي تعاني منها المرأة في إفريقيا وكذلك درجة الأمراض التي تعاني منها وبالتالي في المجمل كذلك حتى بالنسبة لأن في دول هشة أشير وأغلب الدول الإفريقية تقريبا اليوم هي دول هشة إن لم أقول بأن بعضها رخو مالي دول كثيرة لنا إلى دعم بمعنى دول كثيرة هي تعاني خصوصا كذلك دول الساحل التي تعاني بشكل كبير من مسألة الإرهاب ولاحظنا بأنه حتى في التعامل ما بين الدول الإفريقية والتعامل الأوروبي مع هذه المسألة هناك نوع منها الانتقائية لأنه في نهاية المطاف المسألة مرتبطة بمسألة المصالح والمرأة عانت بشكل كبير من الظاهرة الإرهابية وبالتالي فيمكن أن أقول بأن المرأة بشكل عام في إفريقيا عندما نقوم بترتيب اللهم إذا استثنينا بعض الدول الانجلوساكسونية التي تحقق فيها النساء مراتب متقدمة ومهمة فيما يتعلق بالمسؤولية داخل هارم الدولة ولكن في المجتمعات الأخرى يلاحظ بأن المرأة تعاني في هذه المستويات نصل إلى نقطة جوهرية محاربة الإرهاب دكتور لحظت معنا اليوم في التدخلات كيف أجمع الجميع على ضرورة إنقاذ منطقة الساحل ما أهمية أن تمدى اليد لهذه المنطقة لأنها تعاني الأمرين ولأن خطرها غير محدود تماما دكتور وبالفعل ربما أن هذه من المفارقات التي سبقا أشرنا إليها وأن ليست كل إفريقيا لها نفس الأولويات منطقة الساحل هي المعنية بشكل أكبر بظاهرة الإرهاب وهذا ربما أن معطيتها معروفة وقع بالنسبة لليبيا كان له دور كبير وكبير جدا موجود سلاح المباح بعد انهيار نظام القدافي ثم هناك يجب أن لا ننسى كذلك دور البوليزاريو في هذا الجانب الذي كانت هناك إشارات من كثير من تقارير حول دولية حول دورها فبتالي أن جميع هذه الدول هي تعاني من هذا العفا وكذلك أن حتى المستقبل يبرز أن هناك مؤشرات عن أن الظاهرة ستؤرق دول المنطقة وستؤرق كذلك باقي المناطق الأخرى وما يقع في الشرق الأوسط وانحصار مناطق نفوذ داعش فيها ربما ستكون هناك متغيرات كذلك حتى ما يقع اليوم في مصر مصر من خلال المجهودات التي سيتم بدلها من أجل ضمان الاستقرار في منطقة السيناء كذلك سيكون لها انعكاسة فبتالي أن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود لأن ما يقع ربما لاحظنا أنه مرتبط بيهدد الأمن فيه ارتباط بالهجرة فيه ارتباط بتهريب الأسلحة شبكات التهريب هي مرتبطة بما يسمى الجريمة العابرة للحدود إذن فلا يمكن لدولة واحدة خاصة أن حدود هذه الدول مترامية الأطراف يستحيل على دولة أن تضمن الأمن في هذه المنطقة ومواجهة ومجابهة هذه التحديات فلذلك ربما أن المشروع الفرنسي الذي لقي دعم كبير من الاتحاد الأوروبي وكذلك من دول الخمس الإفريقين المعنية بهذا الأمر ربما هو دليل ولكن هذا ربما هو مشروع كمشروع طموح ولكن على أرض الواقع وهذا ربما أعتبره كنموذج لباقي المواضيع الأخرى فرغم أن فرنسا هي المبادرة ووضعت كل شروط لنجاحه ولكن أين هي التمويلات التمويلات أنقلها إلى الدكتور الغالي هناك حديث كبير اليوم على ضرورة أن نموّل مجموعة الساحل وكذلك هناك كان حديث سيد جوتيريس عن ضرورة دعم قوات حفظ السلام دكتور إذا تبعت كلمة جوتيريس وتوفير المؤهلات التي تمكنها من القيام بمهمها على أكمل وجه هو مسألة حفظ الأمن والسلم أكيد غير مرتبطة فقط بتمويل قوات حفظ الأمن والسلم ولكن أكيد نلاحظ بأنه هناك جهودات كبيرة تبدلها الأمم المتحدة في هذا الباب ويكون هناك دعم من مختلف القوى إلى غير ذلك ولكن غير كافية لاحق ما حدث في إفريقيا الوسطى وهذا لأن كل إفريقيا تقريبا هي في أراضي الدول هناك بعثات حفظ الأمن الأممية ولكن لا بد من انتخاذ إجراءات لأن إفريقيا يجب فهم التركيبة السوسيولوجية والعرقية والقبلية لإفريقيا لأنه في مجموعة من الحالات وأنا عندما تحدث عن الشركات المتعددة للجنسيات عندما نرجع شيئا ما إلى التاريخ لاحظنا بأن مجموعة من الإنقلابات ضد الشرعية التي كانت في إفريقيا كانت قامت بها شركات متعددة للجنسيات لماذا؟ لأن هذا النظام عندما صعد أراد أن يمارس سيادته على التروات الطبيعية لبلدية وبالتالي هذه الشركات لها مصالحها وضبرت انقلابات في هذا الاتجاه فأكيد بأن بعثات حفظ الأمن والسلم دورها ميسر مساعد ولكن ليست هي الأساس بل الذي يجب الاشتغال عليه وهو كيف نمكن دول إفريقيا من أن تمارس سيادتها على مختلف ترواتها ليس فقط التروات الطبيعية الظاهرة أو الباطنة ولكن حتى على مستوى مواردها البشرية نحن نلاحظ بأن العمال أفارقة من الشمال إلى الجنوب من الغرب إلى الشرق هم من يزودون الأسواق الأوروبية ويلعبون دور أساسيا في هذا المستوى لاحظ حتى على مسواف رق كرة القدم بعض المدارس فهي تتاجر في شباب إفريقية تأخذهم أطفال وتقوم بتكوينهم وبعد ذلك هؤلاء اللاعبين يتم بيعهم بملايين الدولارات ولا تستفيد تلك القبيلة أو ذلك الدوار أو تلك المنطقة التي جاء منها ذلك الطفل حتى يكون هناك نوع من التقاسم ليس فقط للآلام ولكن كذلك التقاسم حتى بالنسبة للآمال وبالتالي حل معضلة إفريقيا لا يتحقق فقط بحلول تقنية ولكن حل معضلة إفريقيا يتحقق بحلول إنسانية بحلول الإنسانية والإنسانية تبدأ من هنا هل إفريقيا قادرة فعلا على مساعدة بعضها البعض؟ صراحة قد في استقراء لإمكانات إفريقيا ربما الاعتماد في البداية على الإمكانات الداتية هناك كل أسس أو سبل النجاح صراحة يمكن لإفريقيا إذا ما كانت هناك إرادة الآن هذه الإرادة التي كانت نوعا ما غائبة بشكل كبير وكبير جدا الآن بدأت تتبلور من خلال العمل المشترك من خلال وجود منظمات إقليمية على مستوى إفريقيا سيداو مثلا منظمات ديال شرق إفريقيا فهذه المأساسة لعملية التعاون الإفريقي هي مدخل جد مهم ثم الأمر الآخر وهو تبادل الخبرة ما بين الدول دول لماذا؟ لأن هناك أمر جد مهم الإنسان الإفريقي فقد الثقة في الشمال لأنه دائما يعتبر أن الشمال هو دوستراتيجية استعمارية استغلال التروات، استغلال إمكانات الدول الإفريقية فحتى عندما استقلت الدول الإفريقية جاءت الشركات المتعددات الجنسية واستنزفت كذلك تروات بمعنى ما تركه الاستعمار أكمل أو أجهز عليه الشركات المتعددات الجنسية إذن فبتالي عندما يأتي المستثمر الإفريقي من إفريقيا ربما ستكون أسباب النجاح حقيقية لأن هناك عنصر الثقة ولكن هل إفريقيا تثق في إفريقيا؟ الآن بدأنا نتحدث عن ذلك وهذا الأمر ربما أنه مرتبط بنقطتين أساسية النقطة الأولى هو توارث الأطرحات الإيديولوجية لأن الاستفافات الإيديولوجية في الواقع في إفريقيا في السابق فوتت على إفريقيا الكثير من فرص النجاح ثم الأمر الآخر وهو أن القادة الإفريقيين أصبحوا قادة براغماتيين يعتمدون ويدافعون على مصالح مجتمعاتهم لماذا؟ لأن آمنوا الآن بأن التنمية هي الأساس الذي يجب أن تشتغل عليه السياسات وبالتالي تمت إزاحة الجانب الإيديولوجي وتمت تركيز على برامج التنمية وهذا ربما مدخل جد مهم هل سيكون لهذه القمة ما بعدها؟ هل ستغير من الواقع شيئا دكتور؟ أنا أقول إذا كان نفس الحماس والإرادة التي أعقبت القمم السابقة القمة الأولى كانت سنة 2000 بالقاهرة ولم تعقد القمة الثانية إلا في سنة 2007 في ليشبونة والقمة الثالثة في طرابلوس 2010 بليبيا والقمة الرابعة كانت في 2014 في بركسل إذن فأنا أقول وأكيد بأن ما خرجت به هذه القمم لم يكن سهلا خصوصا من خلال طرحها لخريطة الطريق وطرحها لمجموعة من المبادئ والأساس ونتمنى أن لا يكون فقط هاجس الخوف من مخاطر إدارة وتدبير تدفقات الهجرة هي المحرك فقط لأن حتى شعار هذه الدورة هو حول الشباب والاستثمار وتحقيق تنمية ومستقبل هؤلاء إفريقيا تبني مستقبل شبابها هذا هو شعار الدورة إفريقيا تبني مستقبل شبابها نتمنى بطبيعة الحال كما قلت أن لا يكون فقط هاجس الخوف من تدفقات الهجرة هو سبب عقد هذه القمام والخروج بهذه التوصية التي تبقى حبرا على ورق هناك حديث اليوم بين عن ضرورة تقديم الدعم المالي هل ستفي هذه الدول بالتزامة؟ صراحة في جانب النماذج التي نعلم أن لم يسبق لأوروبا أن أفت بتعاهدتها خاصة في الجانب المالي بعض التعاهدات تفي بها لكي يكون منصفين صراحة لأنه يجب أن إذا قمنا بعملية خبرة وتدقيق في الوعود المالية لأوروبا أنها دائما يكون هناك عدم الوفاء ولكن ربما أن الآن أوروبا تجد نفسها في مواجهة وضع آخر هناك منافسون كتر على إفريقيا لم تعد الخدمات مجانية لم تعد مجانية فبتالي أن أوروبا ستكون مضطرة لكي تغير من استراتيجيها شكرا جزيلا لضيفي الدكتور محمد العمران بخبز على كل هذه التوضيحات شكر موصول للدكتور محمد الغالي ولكم مشاهدين على المتابعة نرجو أن تتواصلوا معنا للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي بون كوم نلقاكم بخير بالنقر موسيقى 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 موسيقى